موسيقى تهدف إلى تسليط الضوء على هذا القطاع الواعيد وتعزيز ديناميكيته الجهوية ودائما في إطار مهام المركز الجهوي للستمار مراكوش أسفي في مواكبة المقاولين وتنشيط المنظومات الاقتصادية كان المركز مع جميع شركائه جد فخورون بإطلاق المركز الدعم المقاولاتي والتنمية الاقتصادية المحلية والتي تهدف في جميع أقاليم الجهة والتي تهدف إلى مواكبة ما يزيد عن 15 ألف مقاول ومقاولة شابة في السنتين المقبلتين 20% منهم نساء وقد لعبت وزارة الداخلية دورا جد حاسما في هذه الجهود المبدولة وذلك من خلال ولاية جهة مراكوش أسفي في شخص صيد الوالي والذي دعم جميع محاور برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب بشركة مع البنك الدولي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر